اشتركوا في القناة اهلا بكم في قناتكم كوزين تحانان نرحب بكمل خواتي اللي دخلوا عندي جدد مرحبا بكم القناة راهي ديالكم رايح نقدم لكم اليوم طبق الخوضاء في الطاجين المغربي ولكن على طريقتي جربت هذه الوصفة وعجبتني طريقتها والبنة اعطتني بنة رائعة لذيذة جدا رايح نقدم لكم المقادير ان شاء الله عندنا كمية من البسباس انا هنا عملت حبة قطعتها هكذا راني حبة ندير الخوضاء رتعي في الطاجين نديرها شرائح طويلة عندي حبات من الكوسة انا رايح نحاول نخليها هكذا حبات تعطيني شكل جميل و لادي في نفس الوقت عندي حبات من الفلفل الحلو انا اتعمت قطل الزوجتاء يجب لي هذ الخضر صغيره هكذا اتعمت باش نشري قطلوا يجيبها لي صغيره باش ندير بها هذ الطابق تعال الخضر اللي لديت عندي كمية من الجزر حبات صغيرة كذلك عندي حبات من البطاطا كما راكم تشوفو هايلك صغيرة حبات بصل صغيرة حبات ماطم تكون طايبة و حمرة و عندنا زوج شطوط من المعدنوس و قصبر و كرافز بوكي غرنيت على الحشائش و اختياري انا يعجبني الحشائش كين جريحة نديرها طابق ولا في الخضر تعطيني ذوق رهيب عندنا كمية من الزيتون هذ الكمية نوعية جيدة تحبو تدورو الزيتون البنفسجي هذك المشققتين يعطيكو رائع اه انا مرة 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 بدل اليوم رايحة ندير هذ الزيتون عندنا passage كمية من الجلبان انا ما رايحة نديرها لقد دايحة نعطي كم اقتراحات اذا ضفت الكمية على الجلبان في الخوضة لت 조립 و غلط الزيتون لا ت genereن الزيتون النا triggered انا ندير الخوضة و ضرب الجل المشتر انا افضلت هذا الخوضاء وانتو ما لكم الاختيار هي قدمة زيد الخضراء قدمة جبنينة تبدعو وتبدلو ولكم الاختيار انا هذا هو الطابق التاعي الخوضاء اللي ندرو فطاج المغربي يعطيني ذوق راهب ورايح نعمل شو كمية من اللحم المرحي ماشي حاجة كبيرة يا ربي سيكونت غرام رايح ندلها الليزي بيس وندلها شوية بصل شوية توم ونكوّر هذه الكويرة صغيرة كما احبت الزيتون هكذا تعطيني منظر جميل رائع جدا وتزيدنا بنا للطابق التاعنا خاصة إذا كانت بلحم الخروف ولا بدون تاني بدون لحم بقري ولا لحم مرحي ولا لحم اي اضافة من اللحومات اصلا في حذاته هذا الطابق الخضر راهيب تديرو غير هكذا بليزي بصول وكما وريت لكم والله العظيم جدا رائع طعمه لذيذ والطابق هذا تعطي جين هذا يعطينا كما يقول لك وصفة بنينة يعطينا طبق شهي حذاته بدون اضافة لحم ولا دجاج ولا لكم الاختيار سوف نبدأ معكم الطريقة نظفت الخضر تاعي وجدتها ونكمل معكم الطريقة ونوريكم الزيت بصلي وكيفية التقلية وكيفية التحذير ان شاء الله لكم أخواتي تقلية كما رأيكم تشوفوا انا الطاجين انا محتمداته هذا الطاجين أصلي يعني ماشي مقلد او كما يقول لك بالعامية درجين شوفوا دجاجره هنا مكوي بالنار يعني طياب شوفوا من تحت راني متعوداته وما نحتاج باش ندير تحت ورقة حديدة ولا صافحة كما يقول لك لازم تديري صافحة باش طاجين ما يترتقش لعنا انا نديره مباشرة على النار ولما نديره يحب ان النار مهيلة قليلة ما عليش مام يعني كنت تزيده شوية النار بزيف رايح يحرق لك هذا الطاجين دواجن هذا ما يحتاجه نار قليلة وطيب عقله ما تديريه على نار قليلة والخضرات نص ساعة تصيبها زبدة صدقوني والذوق ولا اروح هنا عندي قتلكم خمسين قرام مانبا دلت لها شوية بصل مرحي وفصل صغير شوية ملح وقرصة كمون يعطينا ذوق رائع للحمن المرحي ودرت كمية من السمن لازم السمن يعطينا تراوى هشاشة للفيوندرشي للحمن المرحي وذوق رائع وقت مرحي سوف نضيف وطيب الوصفة سوف نضيف وطيبها بالسمن وشوية زيت سوف نقطع البصلة لا رانيش سوف نحتاج الارباج هذا طريق تقطيع البصل سوف نضيف سوف نضيف وصفة الخضار هذا سوف نكمل تقطيع البصل ونقل نضيف شوية سمن وشوية زيت نصمه غرفة سمن نكمل ونقل 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 نضيف نصف ملعقة سمن كما راكم تشوفوا ان شاء الله تكون صورة واضحة سوف نزيد قليلا كما راكم تشوفوا نقل سوف نقل بصلا تقل عندما يضب السمن وفي هذه البصلة في هذه الغليا تبدأ تشخ نحن سوف نقل لكم وعندما نقل انظر هذه البصلة قل كما راكم ترى سوف نضيف حبات الكويرة الصغيرة قبل حبات الزيتون قبل حبات الزيتون ونجعل حبات نرميهم فوق الخوضر يجعلون حبات متحتها في الطاجين وحبات فوق الخوضر لكي يجعلون جميل لكن كل طبق هذا الذي نضيفه الخوضر لا نضيفه في الإزاسية سوف نأكله جماعيا سوف نأكله جماعة عناس في الطبق هذا مباشرة لا نحتاجه لكي نضيفه في الإزاسية كل واحد يأكل من قدامه صدقوني طبق شاهي ورائع خاصة لما يجوز يفضره مع بوليروتة جج محمى سوف نعطيتكم السوس مغينات على المزادة التي تضيفها للجاج يعني سلسة تبيلة رائعة هاي تطلق السوس مغينات وعندما تضيفه البولي كل واحد يحب يسقي قدامه يسقي البولي ويتركه مع الخوضر ونسوب ونحريره ونشربه يسقي قدامه من أرواع مياه كون اطباق لذيذة جدا انا نحب الطبخ التقليدي كثير ونضيفه كثير ونضيفه ونرجعه عصري ونجعله على اصوله بتاع جداتنا آخر ونضيفه 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 ونضيفت الخضره فهذا ونضيفه من خلال ونضيفه ونضيفه خضره وخلال تضيف الخضرات كاملاتك لنضيف الخضرات كثير من المكس نفضل القليل و نضيف الخضرات و نضيف خضرات و نضيفها فقط الان كما رأيكم سنضيف الخضرات سنقوم باقي الخضر نجد ان تصدقوني هذا الطابق ليس دائما سنقوم بمصدر ابنان هل يعرفون الفلفل سوف أضعه في الفلفل لأن الفلفل جيدا فتوف أضع الفلفل لقد قمت بها الكثير من الناس لم يكن يعرفها و سياوها والله يقعدوا يدعو لي لا يوجدهم في الحلوة في المراقي تجربوه في الحساء خاصة الشوربات والحساء يعطي ذوق يصدقوني رائع بنين بنين الدرجة و تضيفوه في الخضار ثاني يعطي بنا رهيبة ذوق رائع في المكلة رائح نكمل ندير طماط رتعنا هذا ندير طماطس ندير طماطس ندير طماطس ندير طماطس من الفق يمكن تطلق المتاحة على الخضار تعمل طماطس لا تصرف على الخضار الخضار لا تصرف على الخضار لكي تطلق الماء و يجب طماطس الاخرى ماء من الفق نضيف نضيف زيتون يضيف ما شاء الله رائع رائع هذا الطبق نديره في الخضار لوليداتنا فيتامين وفي الصيف الثاني ما شاء الله رائح سوف ندير فلفل كحل سوف ندير فلفل عكري صديقي وحبيبي في المطبخ هذا يعمل العديد من الفاليون تاعي كما يقول لك يكمل لي في الكوزينة اه شغلة تخصني حاجة كبيرة البارح خلاص لي والله العديد قاعدت تدقو شي حاجة راهي ويبحرت لي هاي اللي هاي في الأطباق وفي الشربات ممك في البولي تعنا كنحمرو في الحوت في الشطفات ما شاء الله راني نحكي مع أخوتيتي كأن نارا ناعي لاوحدة ولا نافي دار وحدة ما شاء الله راني نحكي مع بعض سوف نمتلكم قصر الطبخات دياملي سوف ندير سكنجبير طبعا يعطي ذوق رائع للأطباق هذا اللي زي بيس اللي سوف ندير فيه من الفق سوف نهرطل تحت الخضار وتجبني له هايلا بونك سمحولي رشة قرفة تعطينا ذوق رائع للطبق اللي يحبوا الكمون يديروا الكمون لانا ما نحبش الكمون بزا في الأطباق لانا ندير ديجا في الفلابيون داشي ندير تقول صابرك بسم الله سوف ندير سوف ندير سوف ندير سوف ندير هذه هي الكوريات على اللحم اللي قد لكم عليها هذو اللي من الفق سوف نوصلهم لما للنص للمرق السلصة لنص ولكن يطيبوا بالبوخة وهذه الريحة سوف ترجعهم تغمهم لما نرمو لما نديرو الغطاء لالغطاء لالطاجين هاي اللي قد لكم عليها الزيت أنا علش قد لكم ماتك الترش و على هكذا يجي لطبق نديرو الزيت يعني ماشي يعني ماشيه يبغي من الفق غير في الهواء و في الماء ما نكترش بش ميجيش تاني ميت خاطر لا جميع دمر انا راحين نضطروا و نضطروا و نزيدوا شوية ماء بش ننحو هذو كله دان جربوا و تشوفوا راح تدعوا لي وتعتمدوا خاصة عندهم الأطباق هذه هذه الطاجين المغربية رائع لدي طاجين ثاني نضم بالفونت أعطيته لعجوزتي عندها نفس الطياب الطاجين المغربي مرحبا و قاعدة نضم بالفونت و قاعدة نضم بالفونت و مرحبا و نقوم بالفونت سوف نضم بالفونت عندما كان لدي طاجين و سوف أقوم بالفونت كما تسمعوا في التفوح بذاته ها هو مننا يخرج البوخة بصح لما يبدأ يطيب و تبدأ الخضرة تطلق في المتاحة راح يزيد يخرج الماء راح يطلع لكم الماء هنا ما تتقلقوش هذا كلمات خلوه بعقله وشن هي كاين عفسة تشدوا حاجة سخونة منه حاجة عفسة منه تشدوا حاجة و تشدوا حاجة لكي لا تتحرق الخضرة من تحتها تتفادى و هذا العفسة انا رأي مجربة هذا عندي 15 سنة و انا نطيب فيه لذلك تشدوا حاجة او لا تديروا حاجة العفسة هذه او لا تحركوا بمعلقة تعلوح و تشغل تديروا حاجة لكي لا تتفادى و لا يحرق يطولوا حاجة و نطيبوه على بكري لكي لا تديروا من بعد ان شاء الله بنات طبق غريب و نضيف و نضيف و ننزل و نحن لكم و نجد بأن خاطرة وبنينة شوفوا الليل بس بس شوفوا كي طعب كورجتها لكم تشوفوا صورة واضحة لا أحبت أن ننفس الديكور البطاطا هي طيبة الزيت والطيب شوفوا كما لكم تشوفوا شوفوا رهيبة رائحة في الكوزينة لقد جاءت الكاميرا ونحن نبحث عن هذه الأخوات نتمنى تطبقوا هذا الطابق الغني بالخوضة والذيذ في نفس الوقت الكوريات الصغيرة سوف يحرق هذا سوف تشوفوا تنفيذ و هنا عندما تفقد الطابق لقد أضعت مخصوص ملح وضعت كركم قليلا لأن الخوضة تحب الكركم ربع من عقا صغيرة على رأس المغرب وراء عقرب يوجد خواتتين وراءكم جاهز حبيبات خلاص هذا الطابق نجهز شوفوا ما شاء الله هاي لاصص كما تشوفوا هكذا هذا رايح نطفي عليه و يعني لا نزينه ولا نحطه في يناسيات أو أطباق رايح نحطه هكذا نحنا رايح نتعشي كما رايح في الطابق ودرت معاه شوية مطلوع ودخلنا كيف يجب أن نقدمه إن شاء الله خياتي وطباق وجد شوفوا إن شاء الله اشتركوا ها 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 شوفوا اله ها ها وشيرها بسبس السيتون الكوغجة لا نحبه في السد طبق ودرت معاها المطلوع أنا شوفوا طراء وقت لكم المطلوع عندي شحن منوع عندي بزاف أنواعها من بعد إن شاء الله نعطيكم هذا المطلوع هذا تعجنوه عادي كما المطلوع الذي درتها لكم ولكن تدروه كور ودقرسوا كي لما يدخلوا يخمر تقرسوه مباشرة فوق اللي تاجين من بعد ندلكم الطريقة رايحة نقسم لكم وتشوف ها هو الخبز بعد ما قطعته شوفوا شوفوا الطراوة قطني هذا خبز تعجداتنا تعبكري ومعطيكم تعجنة تعجنة كيفية وطراء حيث قطن ها هذا تعجنة ومعطيكم تعجنة كيفية وطراء مرمد في الفارينة والطبقة جاهز خبز الكوشة راهوي طيب و راهوي جد وخلاص اذا اجبتكم الفيديو تنهار اليوم اعطيتكم التفاصيل جميع التفاصيل لا تنسوا اللايك و دعموا لي القناة و دعوا لي بارتاج و اللي دخلوا جدد مرحبا بهم و اللي راي تشوف تدير اشتراك و نقول لكم تلوا في رواحكم و ابقوا على خير مع فيديو اخرى ان شاء الله بيزو نحبكم مع السلامة الى اللقاء في امان الله طبق شي هاي نتمنى تجربوه ان شاء الله السلامة احببتي